السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحياناً بتصير معاناً أنه أنت بدك تشتري شغلة ومحتاج شغلة ضرورية بس ما في فلوس ما في ماني ما في دينجة فشو العمل وخاص إذا كان راتبك ضعيف فأنت محتاج أمور الحياة محتاج أحياناً شغلات فأنت محتاج لفلوس ما بدك تروح لعلى البنك لا تأخذ قرض ولا بدك تدين مع شغلة من حدا أي مبلغ فأنت تعرفوا الدين شيء سيء فشو العمل في هذه الحالة في بلاروسيا موجود هذا الحل إذا أنت مواطن بلاروسيا أو مقيم دائم وحتى الوراك بكان صغير جداً جداً إذا حابب تعرف شو الحل خليك معي الحل السحري هو هذا هي البطاقة هذه البطاقة مثلها مثل أي بطاقة بنكية بس ما عليها فلوس ما عليها مصاري ما عليها دينجي ما عليها ماني بهذه البطاقة بتروح لك على أي محل على أي سوبر ماركت على أي مجازين على أي مكان بدك تشتري منه بتروح بتغطيهم هذه البطاقة كل محل بتعامل بعها هذه البطاقة بتكون صورة هذه البطاقة على المحل مثل ما أنتم شايفين ميزت هذه البطاقة أنها كنتي ما بتدفع عليها ولا أي كبيك أو سنت أو آغورة أو شو بسموها فلس زيادة مثلها مثل أنها كنتي بتدفع المبلغ كامل يعني أنا لو معي 100 دولار وسعر البضاعة أو الشغل بتشتريه 100 دولار بالبطاقة بتشتريها بمئة دولار بس أنك يشف تخذها بالتقصيد يعني أنت تصير شهر شهر شهرين ثلاثة خمس أشهر ست أشهر مثل ما بدك بتقصتها أو حسب ما هو مكتوب عند المحل أو السوبر ماركت ممكن السوبر ماركت يطيق فقط عشرين شهر عشر أشهر خمس أشهر أشهر وأنت بتقصت مثل ما بدك بعشر روبيل باليوم أو عفر من الشهر عشرين دولار وخلاء هذه البطاقة اسمها بطاقة خلبا بالعربي معناها حلوة هذه البطاقة إلها ميزة جدا 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 مهمة وممتازة لكل واحد مقيم في بيلاروسيا أو مواطن بيلاروسيا للأسف الطلاب واللي عندهم إقامة سنة وأقل ما بتنفعهم أو ما بيقدروا يحصلوا على هذه البطاقة هذه البطاقة ميزتها أنه انت ذي بتحتاج شغله من السوبر ماركت أو من أي محل أو من أي جهة وما عندك فلوس ممكن تشتري من عندهم الشغل اللي بدك إياه وبالتقصيط حسب هذه البطاقة يعني سواء إذا الشغل سعرها مثلا ميت روبيل انت بتشتريها بميت روبيل ما بتدفع أي نسبة عليها يعني ما لكش أي علاقة هذا مش كريديت وهذا مش شو بسموه التقصيط عندنا الربوي أو كذا ما فيش أي شيء هذا طبعا في بيلاروسيا طب يمكن واحد يسألني سؤال طب كيف بيستفيد صاحب البطاقة اللي بيستفيده انه هو ببيع بضعته والبنك بيأخذ نسبة من صاحب السوبر ماركت أو كذا انت مالك علاقة فيه وانت بتشتري سواء ما كاش أو بطاقة تشتريها بنفس السعر بس اللهم انه بقصط لك الأشي اللي بدك إياه على سواء خمس أو بالأقل شي عندهم ست أشهر ثمان أشهر عشر أشهر اثنو عشر شهر وعشرين شهر هذا المبلغ طبعا هذا المبلغ نفس البطاقة ما فيش فيها أي فلوس البطاقة هي عبارة عن دقومة يعنو بطاقة انه تستطيع انك تتخصم بها أنا بريدت بكفي هذه المبلغة مرحباً 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 نعم مرحباً أسق مرحباً أفضل أفضل نعم لميزة نعم مرحباً الروبل تتقسم على ثلاث أشهر يعني كم يتطلع؟ عشرين واحدة وعشرين واحدة وعشرين تقريباً او اثنين وعشرين روبل بالشهر اللي هو تقريباً عاشرة دولار يعني ممتاز بدلاً ما تدفع انت لثلاثين دولار بمرة واحدة تدفعهم على مدة ثلاث أشهر لو دفعتهم كاش أو دفعتهم بالتقصيد على البطاقة نفس الشيء تطلعه مين بحق له يطلع هذه البطاقة بطاقة الحلوى أو الخلفاء هذه البطاقة بحق يطلع أو بحق ليطلعها هم فقط المواطنين البلاروس والأجانب اللي عندهم إقامة دائمة ولازم يكون طبعاً بيشتغل او عنده عمل راتب شهري هذي هم الناس اللي يحق لهم يطلعوها طبعاً كم المبلغ اللي ممكن تشتريه حسب البنك ما بيحطه لك أو حسب انت اللي بتطلب البنك مثلاً عندي البطاقة أكثر شيء ممكن اشتري فيه هو ثلاثة تلاف دولار أو ستة تلاف روبيل بيلاروسيا فممكن هذا المبلغ هذا تشتري تقسيط يعني إذا الشغلة سعرها أغلى من ثلاثة تلاف دولار بالتقسيط ما بتقدر تشتريها مع أنه الموضوع ما له علاقة بالموضوع اليوم الفيديو بس في الصد نحن الآن شهر اثنين والاسعار بتكون اسعار خضرات أغلى فترة بالسنة جبنا حبتين خيار حبتين جسد حبتين يعني فقط حبتين وثلاث حبات طماط أو بمدورة أو شو بسموها بمدور طلعوا علينا تمانية روبيل اللي هو تقريباً أربعة دولار السراعة سعر مالي جداً هناك ناس كثير بيسألني ليش بيلاروسيا أو بيلاروسيا أو في أوروبا بشكل عام بيشتري بالحب لأن هذا أسعار مش مثل عندنا في الوطن العربي يا جماعة الأسعار هنا خيالية بس كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته